السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم اعلميني اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله عمل الوان بعض الاشخاص عندهم عمل الوان الفكرة في الفيديو ده انا اقول لكم يعني انا ليه بتكلم عن الفيديو ده بالذات او ليه بتكلم عن الطايتل ده بالذات او العنوان ده بالذات نخليها في الاخر عمل الوان دي حاجة بتصيب الاشخاص اه يعني بتصيب الاشخاص واغلبيتها رجالة ان من كل واحد الكل 12 قوة واحد من كل 12 او 80 او ا 10 اشخاص بيسيبهم عمل الوان غير الستات الرجال Blessing يعني تكون قليل كاوي ان يكون الوان يعني واحده من كل 200 واحده الفكرة في عمل الوان دي يعني ايى عمل الوان ماذا يعني عمل الوان العمل الوان داي يعني ايى شبكة العين دي حساسة للدوق جده وكمتلك نوعين早 chilled اما واحده بتعمل في الضل ما في العطمق يعني لو انت عينيك في الضلمة بتشتغل وفي الدوق برضو بتشتغل اما بقى الاشارات اللي بتطلقها شبكية العين دي فبتتنقل ما بين العصب البصري بعكاية بتروح للدماج فعمل الوان دي لما بيحصل او لما الانسان بيصاب بعمل الوان فبيحصل خلل في الارسال بصورة جيدة او بالالوان الصحيحة للدماغ فبيحصل عمل الوان ويندرك تحت الاصابة بعمل الوان يعني بعض اللي انت متعافش تفرق ما بين بعض الالوانات ما بينهم مثلا الأخدر والأحمر اللي بيصاب بعمل ألوان ما يعرفش يفرق ما بين الأخدر والأحمر ما بين درجات الأزرق والأصفر وكمان أسباب الإصابة بعمل ألوان أسباب جينية لو هو مثلا مولود كده جينيا اللي هو فيه يعني جينات اللي هو بيتورسها اللي هو بيصاب بعمل ألوان بتصوى كمان إلى الأمراض لو أنت مثلا اتصابت بمرض مثلا في عينك ولا حاجة فممكن يؤدي إلى الإصابة بعمل ألوان و كمان تناول بعض الادوية زي ادوية ارتفاع ضغط الدم المرتفع او ضغط الدم المرتفع دي بيتسبب الى عمل الوان هل بقى عمل الوان ده ليه علاج هل ليه علاج ولا انا من موقع كونسولتو انا جايبها من موقع كونسولتو موقع ده قوي محترم موقع مصري مش عارف مصري ولا انا بس هو موقع محترم موقع عربي بيقدم نصائح طبية و بيقدم علاج طبي فبيقول استنادا على دكتور استاذ دكتور في جراحة العيون لا يمكن علاج الصلاعي لا يمكن علاج عمل الوان و كزا موقع برضو ويبتيوب او ويبتيوب برضو نفس النظام دخلت لقيت برضو مفيش علاج لعمل الوان بس انا انا ليه بتكلم في الفيديو ده في الفيديو ده لقى ان انا قبل ما اتكلم في الموضوع ده بكتير و انا بتفرج على حاجة اسم بتصحح عمل الوان يعني في دلوقتي فيه اه نضارة اسمها دي في حدود التلتمية دولار محدود ما بين متين وسبعين دولار الا تلتمية وعشرين دولار يعني حوالي ست تلاف جنيه مصري بالعملة بتاعتنا في الوقت الحالي احنا دلاتي في سنة 2020 الله اعلم تبقى بكام بس بحدود التلتمية دولار ان كروماجلاسيس دي بتشتغل ان هي بتعدل بتعدل ايه عمل الوان وبتصحح الالوان اللي هي ما بتروحش عن طريل عصب البصري للدمال ما احنا قلنا ان الرتينا اللي هي الشبكات العين بتستقبل بتستقبل حساسية ضق وكده فبتنقلها عن طريل عصب البصري فلما بيحصل في اه عمى الوان فالصورة دي بتبقى رايحة مشوشة فبتروح للدمال ما بتشوفهاش بصورة واضحة وكمان بتشوف الالوانات مش مزبوطة زي الالوانات كلها تلاقيها مسفرة مخدرة وهكذا فانا بوريكم فيديو دلوقتي الان كروما كي ازاي بتشتغل ان كروما كي اللي انت لو حاجة عمى الوان خالص فبيوروك لما بتلبس النظارة بتبقى عاملة ازاي في عمى الوان وبتعدل لون بالزبط وتشوف الناس حتى كمان انا حطلوكم فيديو دلوقتي عن اه يوتيوبر جميل جدا عنده عمى الوان فكان بيتكلم ان هو انا هوريكم اه يوقعي كده انا هوريكم فيلتر او كاميرا ازاي بتوريكم او انا كان عندي عمى الوان فبيحط فلتر على الكاميرا كده فيلتر ده جايب اما ان ام امز دي غير اما انEM اللي هو المغني الراب. اما انه اللي هي السكتلز اللي هي اللي هي البومبوني مش بومبوني ايه. حاجة كده مدوارة تبقى الوانات كتير اصفر وعخ در و احمر وزرق و حاجات Advancement هكذا انا حاول لوك انا انا ملكس نظارة دلوقتي وههم اصعمل الان بتاع العمل الوان اللي انا خليكو زي يعني الكاميرا تبقى شايفة زي ما انا شايف ويبتدي يلون يجيب كل مجموعة لوحدها يجمع كل مجموعة الوحدها الاحمر لوحده والاخضر لوحده بس هو مش شايف الالوانات كلها وبعد كده هيلبس النظارة ويشوف الالوانات دي زيت كمان في في بعض الاشخاص فعليا فعليا ممكن تقدم لهم جفت او ممكن تقدم لهم هدية حاجة زي كده انهم فعلا فعلا انت مش متخيل ممكن يعني يعني من كتر الفرح في في الفيديو ده آه هتلاقي فيه اشخاص فاعلين اول مرة يجربوا النظارة واول مرة يشوفوا الالوانات حيائية زي نا كده فشوف رد الفعل شايف طريقة الكلام آه الناس على طول بتعيط الناس مش شدقة ففي علاج لي عمل الوان انا بتكلم عن اللي انا شايفه ومانا مش دكتور بس انا بتكلم عن المصادر اللي انا شايفها ناما وانا مش باتكلم عن رأيي يعني رأيي شخصي انا بتكلم بتكلم عن رأي شخص قصدي. بتكلم عن رأيي شخصي ان انا شايف المصادر هي بتقول مفيش علاج لعمل الوان وشايف انا مش بتكلم عن علاج جزري ان هو يفتح العين ويضبط حاجات جوه. انا بتكلم حتى علاج في نظارات. نظارة الانكروما جلاسيس دي اختراع يا جماعة. ياريت تشوفوها. ياريت لو حد عندكم عنده عمل الوان. وللعلم بس بالشيء من افضل مخترعين مخترع الفيسبوك. مارك زكاربريج عنده عمل الوان عشان كده خلق الفيسبوك باللون لا زرع. اه يعني دي دي معلومة كده على الماشي. بس انا بحاول اقول لكم ان دي حاجة محترمة جدا. انا مش بسوق ليه ولا حاجة. بس الفكرة كلها ان انا شفت الاعلام بتاعها. وشفت طريقة الناس بتتكلم عنها ازاي وكل حاجة. ويه كمان مش فيك. مش فيك. حتى كمان ده من اشهر في العالم. عنده يجي حوالي اتنين وعشرين مليون حاجة تقيلة جدا. راجل تقيل جدا. الراجل ده كان بيتكلم عن 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 النضارة دي. وكان بيتكلم ان هي ازاي بتحميه ان هو ما يجيلوش عمالوان. يعني مش لو هو يجيلو عمالوان او هو عنده عمالوان لا. ان هو ما يجيلوش عمالوان فكان بلبس النضارة دي. عشان هي بتصحح الالوان. فده كل عندي فاتمنى اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تستفيدوا منه والله انا بحاول انا اجمع معلومات كده كتير. فاتمنى بس ما تنساش تعملي لايك وتشترك معايا في القناة. ده الدعمي والله لان ثمانين في المية او خمسة ثمانين في المية من اللي بتفرج عليها اليوتيوب ما بشتركوش على القناة فاتمنى حذك تشترك معايا على القناة. واتمنى لو في اي كومنتات اكتبها لي تحت وانا ان شاء الله ارد عليك. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. والسلام عليكم ورحمة وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.